وجهت وزيرة التضامن الاجتماعيين بين القباجة فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء والتي تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى يعاني من بطر بالقدم وغرغرينة وفي حالة إعياء شديد وذلك بمنطقة شارع البطراوي بمدينة ناصر بجوار المعهد الأزهري وعلى الفور تحرك الفريق إلى موقع الشكوى وتم العثور على المواطن حيث تم نقله إلى أحد المستشفى وتم عقد جلسة للدعم النفسي والمعنوي له حيث تبين أنه يبلغ من العمر 57 عاما وعلى خلاف مع أسرته التي تقيم بمنطقة المقطم الأمر الذي دفعه لترك المنزل في الوقت ذاته يجرى التواصل مع أسرة المواطن بشأن إعادة الدمج الأزري وفي حال تعذر ذلك سوف تتولى وزارة التضامن إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر